موسيقى هياكم والله مشاهدين مرة أخرى إلى آخر موضوعات حلقة اليوم ومع المشاريع الشبابية الشباب هم ثروة الإمارات الأغلى وسير نهضتها وصناع مستقبلها والقادرون على تحقيق أعلى المراتب ليكونوا نموذجا يحتذى لشباب العالم أجمع اليوم معنا نموذج من الشباب الإماراتي الطموح الذي سعى إلى دخول عالم الأعمال من خلال مشروعه المتخصص في تقديم البرغر وبعض الأكلات الأخرى الذي يعد من الوجبات المفضلة لدى الجميع صغارا وكبارا معنا اليوم عمر الياسي صاحب مشروع فكتوريا كافي حياك الله معنا أخي عمر حيوزود طبعا في البداية أشكر تلفزيون الشارجة على استطافتنا كفكتوريا كافي وتدعمون مشاريع الشباب هذا واجبنا في النهاية أخي عمر في البداية لو نقدم لأستاذ المشاهدين فكرة هذا المشروع الذي هو فكتوريا كافي والله نحن كفكتوريا كافي أول شيء بغينا ندخل في مجال البرغر كنا بنكتب فكتوريا برغر فخلينا كافي عشان ندخل في كذا مجال من هالباستا وشيكون فهيتا ومن هالأمور وصانديوشات هالأمور فقلنا بنكون يعني يعني غير عن الشباب اللي داشين بس تخصص واحد فدخلنا كذا تخصص جميل لكن بالتأكيد نقدر نقول في قصة معينة خلتك أن أنت تدخل إلى هذا العالم فنحن نحن نعرف أكثر عن البداية كيف كانت هل أنت كنت يالس مع الشباب وفكرت معهم أن أنت تفتح محل أو مطعم كيف كانت الفكرة في البداية وقبل الفكرة تشجيع من الشباب أخواني وعمامي وربعنا والشباب تموا يقولون لماذا لا تفتح مطعم بما أنك أنت اللي دايما يوم نطلع ترتب الطلعة وترتب المشاوي والقاعدة والطبخ ومن هالأمور فالناس ما تقول شيء في الشباب نعم فتموا يقولون بما أن عندك خبرة كبيرة عن المطاعم لماذا لا تفتح لك مشروع ففكرت في الموضوع وخطوة ولا خطوة ولا خطوة لما فتتحنا بكتوريا كافية جميل ما شاء الله يعني ما شاء الله لك طبيخ أنت اللي يوم تظهر في طلعات الشتوية والشباب هذا أنت اللي تطبخ يعني طبخك حلو قبل كل شيء أكيد جميل ما شاء الله أزيل أخويا عمر يمكن بداية أو قبل كل مشروع لازم هناك فيه دراسة لهذا المشروع عسب أن أنت ما تكون فيه هناك نتائج سلبية لهذا المشروع فكيف كانت الخطة في البداية أو الخطة الاستراتيجية بشكل عام هو طبعا نص ما قلت لك أو عقب التشديع وعقب ما فكاننا في الموضوع أنا لي شريك بياي فأنا هو قاعد نويا بعض وحطينا بجت معين فقلنا بنبدأ نختار المكان ونختار الاسم ونصير رواية مطاعم نشوف شو الإيجابيات والسلبيات لأن أنا كاستمر يوم بسير مطعم إذا شفت شيء ما عيبني يمكن ما أعيي هذا المطعم أخر فأشوف شو السلبيات عشان ما ما يكون عندي في المطعم هل سلبيات أو هل الأمور التي صاحب المطعم لا تدقق عليها صحيح أنزين وبالتأكيد يمكن أن نشوف أن بعض المطاعم أو الكافيات يمكن في البداية يكون جودة الطعام عندهم تكون عالية لكن بعد فترة تحس أن الجودة شوية تتغير طعام قام يتغير هذا من ضمن الموضوعات التي رأيناها أن ندوم شباب يوم يتكلمون والله فلان كان أكله زين عقب فترة قل ما هو السبب الزيقة؟ السبب اكتشفناه عقب لم تدخلتها المجال اليوم دخلتها المجال عقب عرفت السبب السبب أننا نتعامل وموردين سبليار فعندهم من ايه تزد من واحد لعشرة عندهم كذا صنف على نفس الكنسيبت فالكواليتي يختلف في يوم يطلع بسمه عقب يقلل في التكلفة لكي يربح أكثر فالجودة تقل فحطينا نحن دراسة على هذا الموضوع وقلنا أننا نحن نفس ما نحن وعلى مرس يقول لك قليل دائم ولا كثير متقطع بالطبع قليل دائم صحيح في هذه الحالة يعني عسب جودة يمكن تقل في الطعام وما إلى ذلك وعلى حسب صاحب الكافي وصاحب المطعم إذا هو يريد أن يزيد في المبيع يجب أن يقلل الكوست صحيح صحيح أنزين عمار ما مناسبة يمكن اسم الكافي فكتوريا كافي يعني 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 نحن نحن اخترنا 37 اسم ما شاء الله كم 37 37 37 اسم عقب تمينا نلخص من هال أنت وربيع كلي هو شريك أيها أيها 37 لا دخلنا بعد كتبنا في قرباتنا نحن الشبابية تقترحون علينا من هذه الموال فاخترنا 37 اسم من ضمنهم حذفنا اللي أصلا موجودين ما كنا عارفين يوم سرنا تنمية الاقتصادية والبلدية وهذه الأمور قالوا أن هذه الأسامي موجودة وبعض الأسامي اللي ما يوافقون عليها لأن عندهم يعني شرور وحكام وهذه الأمور فسرنا على بعض الأسامي واخترنا كافيا وللعلم كافيا هي مدينة موجودة في كندا وموجودة في استرياليا ولها يعني على حسب سبيلنج بالانجليزي يكون لها معنى مختلفة نزين فلهذا السبب أنت سميت الكافيا فيكتوريا كافيا جميل نزين عمر أنا حابب أن أعرف أنتم في فيكتوريا كافيا ما تقدمون من الوجبات من العصائر وما إلى ذلك عندنا 12 نوع برقر وعندنا 12 نوع برقر وعندنا 6 أنواع باستا و 14 أبتهايزر اللي هو المقابلات والمشربات عندنا 6 والميلز اللي هو هذا كيتز ميل والبوكس اللي عندك الفكتوريا ميل وعندنا السلايدر ميل اللي هو هذا هذا ثلاثة أنواع واجبات يعني ماشاء الله 12 نوع برقر يمكن نحن دائما نسير مطاعم برقر يمكن فيه نوعين ثلاثة أنواع بالكثير أربعة أنت وصلت 12 نوع برقر وهو سبب الرئيسي على أساس أن دائما أنت يوم برقر اللحم أو دي اي صح أو بدون شيتس نحن نحن يبنى برقر ربيان وثاني شيء ضفنا عليه أشياء ثجيلة ليس بشيء خفيف مثلا جبن أو صوص عندك صوص نفسه غيرنا كامل خلينا مشروم صوص يعني ليس بأن نحط مشروم فيه مشروم صوص وعندك البيكن اللحم الظهر فهذا بعد طريقة معينة ونضيف عليه مثلا البصل المحروق وعلى الموال فكذا الصنف صار عندنا من اللحم و دي اي وعندنا عامة ما بتحصل اللحم المشوي بدون زيت يعني نزلنا هذا نحن نشوف شو الشباب يبغون شو المتطلبات اللي يبغونها ونحاول كثرة ما نقدر كواليتي عالي نزل جميل يعني أيضا تأخذون مقترحات وملاحظات الزباين طبعا أول صورة نزلتها في الانستقرام في الحساب كاتب فيه إذا رضيناك فتكلم عنا وإذا ما رضيناك تكلم ميانا على أساس أن أنت توصلنا الملاحظة الاقتراح ولا من هالأمور ونحن نطور من نفسنا صحيح وفي النهاية لازم تأخذ اقتراحات الزباين بالتأكيد أخي عمر نحن نأخذ الفاصل الخاص بالمشروع ومن ثم لنعوده بإذن الله مشاهدينا نتابع هذا الخاص ومن ثم لنعوده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدنا شاهدنا الفاصل الخاص بفكتوريا كوفين ما شاء الله أطباق الأكلات جدا شهية وجميلة صراحة حمسني أننا سير أخي عمر لكن موجود دائما أعطيك العافية أخي عمر الأطباق هل هي من أفكارك وأفكار شريكك أو هل هل ساعدكم في هذا الموضوع طبعا اللي ما عنده خلفية عن المطاعم يبلى طباق اللي هو الشيف والشيف هو اللي يسوي المن يوم فنحنا الحمد لله لليوم لا عندنا شيف أنا والشريك دون نحنا نطبخ في المحل نجرب نزقر الشباب ويأكلون يجربون وهذا إذا فيه تعديلي البسيط وننزل لليوم ما عنده شيف لين اليوم أنا شيف أنت شيف وربيعي شيف ما شاء الله عمر زي عمر يعني من وين اكتسبت مثل هذه المهارات أنه ما شاء الله يمكن صعب أن تشوف ريال وفي نفس الوقت شيف أو أن يطبخ وما إلى ذلك هم يمكن بعض الأشخاص تشوف في كل قروب يمكن شخص واحد بالكثير أنه الشخص أحب أن أرتب طلعات طلعات بدون أكل لا تطلعها فالشباب يقولون نطلب من الكفترية نأخذ أكل جاهز وهذا وهذا ما ينفع فنفس ما تقول يوم مرة يوم وتتميت أتعلم وأتعلم وطبعا الشباب يوم يعطوني الملاحظات وهذه الأمور وتم أعدل أعدل والحمد لله اليوم نفس ما تشوف كل ما نصير سواء في الشتاء نقعد صوب البار أو مزارع أو الصيف نقعد على سيفة صوب البحر نطبخ باستة وبرقر ومن هؤلاء الأمور مستفيدين ربك الصراحة أمر والله يحمد ربهم أنا أربيهم فالواجبات الكبيرة التي هي نفس المجابيس تكون مثلا مرة واحدة في الشهر نصير مثلا نقاط نقاط غالبا مثلا الأكلات نستطيع أن نقوم في الشتاء الجو بارد الأكلات البسيطة يوميا وكل يوميا صحيح صحيح سيد المشاهدين هذه بعض من اللقطات لفكتوريا كافي أتوقع أن هذه الوجبة هي الباستة بالسوس الوايت سوس جميل كيف ترون الأقبال من الناس على الأكلات الحمد للأقبال من فتحنا لليوم الحمد للأمور طيبة و لليوم سحاول أعدل أكثر وأكثر على الوجبات لأن كذا ملاحظة يتني ف أعدل الأشياء بسيطة جدا طبعا يقول لك دائما تعلم من أخطاء غيرك صحيح قاول ما أنت تغلال صحيح يمكن أن أصبح المطاعم و من هذه الأمور لا تكلم عن نقطة بسيطة مثلا الباستة التي لديك البروكلي والمشروب ترى فيهم حجم والدياي حجم يعني في بعض المطاعم المشروب يكون صغير والبروكلي صغير يوم تأكل لا تحس فيه حتى ربيها بعد صغير فكبرت القطع فيها لو تلاحظ يقدم الباستة والمشروب من هذا كبار حتى يوم تأكل بروحة لا يحتوي الباستة صحيح و في النهاية هو شيء مهم أنك أنت تأتني بجودة الطعام الذي لديك الذي تقدمه للزبون لأنه في النهاية إذا شاف الأكل مميز ومميز عن الأماكن الثانية سيزورك مرة ثانية ويخبر للناس الجماعة الذين لديهم ترى فيكتوريا كافي يقدم الوجبة الفلانية بطريقة مميزة بطريقة جميلة لكن أخي عمر في البداية يمكن في بداية كل مشروع كل شخص يمكن تواجه بعض من الصعوبات أو العقبات هل واجهتك صعوبة أول شيء؟ والله واجهتنا طبعا كل مشروع في صعوبات وكل شخص يواجه الصعوبات باتكلم بس عن نقطة وحدة المشكلة وحل المشكلة كانت عندنا يطورون من المكان الذي نحن موجودين فيه الذي هو موالح فسكروا الدروب على الأساس أن يرصفون الشوارع ويقومون الشوارع نعم فإلستي مع شركة وقلت لها يجب أن نرى حال خلاص الناس لا يستطيع نرى المحل لازم نرى أفكار ثانية ففكرنا في موضوع أول شيء يقومنا يبنى دراجات ونزلنا ديليفري جميل موضوع موضوع ثاني سوينا فكتوريا بوكس اللي هو بوكس عبارة عن من أية وزت شو تحتاجها في الطبخ صمون لحم دي آي طماط خس مقصقص مقصول كل شيء بوكسات مرتبة وكل شيء من أية وزت أنت بس تشلل البوكس و تصبح البارة و تطبخ حال واجهتنا مشكلة في هذا الموضوع على أساس أنه كيف الكسمر يطبخ حاولنا كذا مكان سعرنا مثلا الأماكن الموجودة عندنا وهو بدير الإماراد والبوادي والمغامرات HD و S حاولنا ندور شيء سهل وبسيط لأنه يطبخ عليه بدون ما يتلعوز نهائيا عن موضوع الفحم وهذه لأنه تعب حصلنا جهاز صغير و نحصل على غاز صغير شنطة صغيرة على غاز تدق سلف وهي شواية نعم وتشوي وترد تضع في البوكس لأنه تعب و لا يأخذ وقت و لا يفحم و لا شيء حوال الحمد لله هذه البوكس و هي الشواية و ليس بشكل في الشتاء عقب نزلنا فكرة ثالثة وهي المهرجان أو الكاترينج صحيح فقد ندخل فعاليات الموجودة و ما كانت هل مخاصصين لكم سيارة أو شيء معين حاليا نحن عندنا كوشكات عندنا تقريبا أربع كوشكات عندنا و ننزلها و أين ما حصلنا مهرجان السيارة التي تكلمت عنها أنا ناوي في الصيف يوم أخلص الأفنتات لأن اليوم لدينا دخلنا الصيف و بعد الأفنتات شغالها في الصيف سنبدأ على الباصات من ضمن المهرجانات التي دخلتها وهي الحدائق حديقة النوف مارتين حديقة الياش رامثة حديقة الورقة في دبي خوانيج عندك أكواريوم الشارجة عندك نادر الماء عندك نادر الفلوسية كذا جامعة الشارجة كلية الأولاد كلية البنات وجامعة الشارجة الأولاد والبنات و كلية الطبية والأمريكية و مهرجان الأضواء في الجامعة كلهم حضارتهم تقريبا فوق 20 فنت حضارتها الموسم الله يزيدك إن شاء الله أخي عمر إن شاء الله لكن ذكرت لنقطة في البداية قلت لي أن الشباب كانوا يحمسونك و يساعدونك أن أنت تفتتح مطعم لكن في أغلب الشباب دائما يوم تقول لهم أن أنت تفتح مطعم يمكن شوية يعطونك من الروح السلبية لا موجودين كيف تتبع في هذا الموضوع كيف تتبع في هذا الموضوع كيف تتبع في هذا الموضوع يعني نفس ما تقول نفس ما تقول نفس ما تقول لأيونك لا وين لك في هذه السؤال في تجارة في تخسر وماذا كيف وشي صح طبعا يوجد مثل هالأشخاص كيف تتعامل معهم داخل مني وطلع مني نزيل سأقول السلام عليكم صدق في واحد من الشباب كان سلبي لدرجة وائد حتى يتصل ويقول يا خلاص ما تبع فيني يسير المطعم يأكل ويقول لا والأكل ليس بشي وإذا اوكي أنا لم أحصل قنبلين إلا أنك أنت لم أحصل شكاوي إلا أنك أنت ألم صدق أنه هو نفس سوف فتح مطعم نزيل طبعا بعد ما شافك وشاف التفوق غيره عليه بالتأكيد يمكن حسب الغيره كذلك فهو فتح المطعم نزيل أخي عمر الباستا هاي فيها صوصين اللي هو ريد صوص والوايت صوص فهو مكس صوص وفيها الجبن مازرولا والبودر الجبن في النهاية نحط عليه وفيها بروكلي ومشروم ودياي فمن ضمن الأمور اللي شفتها أنا في مراعم أنه كمية الباستا تكون قليلة أو الصوص يمكن يكون قليل الصوص والكمية والصوص يمكن أن أقول أنه عملية ميزانية أن أنت في الكمية كيف أن أنت تستطيع التوافق بين جميع المكونات بكمية وحدة صح كلامك ولكن نفس ما تقول نفس ما تكلمنا من قبل على أساس أن شخص ينزل في الكوست عشان يزيد صحيح فأنا مشيت على موال الوزن عشان لا أقلل ولا أزيد الباصل الذي يوجد هو عبارة عن وجبتين لأن الكاب الذي لديك عوض يمكن أن أظهر في كاميرا يمكن أن تكفي لشخصيين أتوقع هذا كيلو 200 قرام كل وجبة 600 قرام تقريبا أكثر عن نص كيلو بشوي الوجبة فتشبع دائما الشباب يقولون الكمية تقدمها وائد في مطاعم يقدمون هالكمية هذا يمكن 350 قرام هذا 350 قرام تقريبا فأنا أقدم دبل يمكن السعر بعد نفس شيئا توقع شوية يكون أقل ولكن الفكرة لا يشبع يجب أن تطلب شيئا ثاني وياس صحيح الحق الذي يريد أن يجرب مثلا وجبتين ينفع أنك تأخذ لك من هذا صغير وتأخذ لك مثلا برقر لهذا السببب نقدر نقول أنت كبرت الكمية عندك الشخص يطلب يشبع ويحس أنه مكفي ويدافع على شيء يستهل صحيح أخي عمر ما هي الأطباق المميزة التي لديك دائما الناس يحبون يزورون فكتوريا كافي ويطلبون الوجبة هذه نحنا كنا حاطين في البداية من عقب ما طلعت هبة البرقر قلنا نحاول أن نركز على برقر لحم نعم الحمد لله ركزنا عليه وليس بشكل وكذا صوص ومن هذه الأمور فعقب فترة نزلنا الربين والدياي وهذه الأمور فاكتشفنا أن الشباب دائما يمدحون اللحم صح والبنات يمدحون الدياي الدياي فالأناس ما تقول صوبين فإذا كلمت ولد يقول لحم من الآخر إذا كلمت بد كلما ننزل وجبة جديدة تزيد الأقبال عليه ونكتشف أن في الأخير هناك ميزانية بين الوجبات دائما يوميون يخاطئ هناك لا يأكلون برقر صحيح لكي ننزل باستا ونزل فهيتا وشكين بنيني وبيف بنيني وبيف فهيتا ما شاء الله الله أعطيك صحيح فاللي لا يأكل باستا و لا يأكل برقر يأكل سنويشات أو لا يأكل سنويشات يأكل برقر أو لا يأكل يأكل باستا صحيح صحيح أخي عمر أنا أحب أنك أنت تقدم نصايح للناس الذين مستعدين أو يقبلون على افتتاح مشروعي أو دخول عالم الأعمال هذا فأنت ما هي النصايح التي تحب أن تقدمها لهم كونك أنت شاب كنت لا يوجد أي خلفية عن هذه المواضيع فأنت ما هي أغلب النصايح التي أحب أنك تقدمها لهم طبعا إذا إذا واحد يديد في السوق إذا هو مول يعني مول في السوق لازم شوية يدرس المواضيع هاي نزيل إذا له خلفية طبعا أهم أهم الأشياء أول شي يخلي له راس مال لا يعتمد يقول أنا مثلا عندي راس مال بفتح وعقب بطلع بسدد الإيجال يمكن أن أول سنة أو سنتين لا تصل للمبلغ الذي تبغيه صحيح فعلى أطول تخسر وتبيع المحل يجب أن يكون لديك باكاب حق سنة سنتين ثلاثة أنت تضع باكاب سنة سنتين ثلاثة أنك لا تربح صحيح لكي تدفع الباكاب والمني تدفع الأشياء التي عليك ومن هالأمور وشيء ثاني الموقع الموقع يجب يجب أن يختار بعناية على أساس أن الموقع يتضمن أن الموقع يكون الموجودين هنا مثلا أنا أتكلم عن مويلح لماذا يجب أن الناس يجب أن مويلح فيها جامعة الجامعة كبيرة الحرم الجامعي وفيها المناطق التي يجب النوف والقراني والجرين والسكانية وشيء الثاني منطقة حيوية لا تأخذ مكان لا يوجد باركينج هم لا يلاحظون يقول يكون عندك بجد معين صحيح تكون يجب أن يجب أن تفتح مينيو لو مبسط قبل أن تفتح لا تفعل كل شيء و تقول أنه سوف أفعل مينيو يمكن أن يأخذ عنك شهور جميل و العمال يكون عندك و شيف من هذه الأمور صحيح ما شاء الله نصائح قيمة قدمتها لهم مقبلين على افتتاح المشروع أخي عمر الياسي صاحب مشروع فيكتوريا كافية الله يعطيك الصحة و العافية و إن شاء الله إلى مزيد من التفوق في الحياة بإذن الله مشاهدين إلى هنا و وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة نراكم غدا بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة